الخبر اللي هقوله ده كل البريطانيين مبارح وكل الناس اللي عايشين في بريطانيا اتفاجأوا بيه بيقول ايه الخبر بريطانيا توافق على استخدام لقاح طبعا فيروس كورونا من شركة فايزر وتوفيره بدءا من الاسبوع القادم الاسبوع اللي جاي قالك الناس صحيت الصبح كده وانا عندي اصدقاء من انجلترا قالك احنا صحينا الصبح كده لقينا بيقولوا الحكومة الحاضر يعلن الغايب من الاسبوع اللي جاي يا جماعة اللقاحات موجودة ان شاء الله وهنبتدي الناس تاخد اللقاح وده طبعا خبر يعني هز بلد الحقيقة ان حد بيقولك خلاص ده الكابوس بيروح على فاكرة ده الاسبوع اللي جاي احنا خلاص هنبتدي ناخد اللقاح ودي حاجة طبعا حاجة كويسة جدا لكن عايز اقول لحضراتكم ان في مشكلة في الغرب عموما مش موجودة عندنا الحقيقة ايه المشكلة دي المشكلة ان في ناس مش عايز تاخد اللقاح يعني في ناس يقولك لا انا ما اخدش اللقاح تقول له ليه يعني ايه وجهة نظر كده انك ما اخدش اللقاح في ناس موسوسة يقولك اسطل اللقاح ده معمول عشان في شريحة تدخل الجسم ومش عارف هو كانت قصة كده طلعت من بالها شهور يعني والنسبة التانية يقولك انا اشضمنني اشضمنني ان اللقاح ده ما يجيبش اجلي او ما يعليش مشكلة يعني يعني يمكن اللقاح ده اللي هم استعجلوا فيه وعملوا في كام شهر يمكن يبقى فيه مشاكل على المادة البعيد فهم في الغرب موسوسين او في القصة دي لكن الحياة عندنا في الشرق الاوسط ويعني في مصر لا ما عندناش القصة يا عم الدين اللقاح ويحلاها ربنا يعني والرب واحد يعني ما تقلقش فهم عندهم في الغرب المشكلة دي ان في ناس كتير مش هستاخد اللقاح لدرجة ان في امريكا هيربطوا فكرة الاعانات اللي بيديوها للناس اللي قعدة بسبب كورونا بفكرة ان هو لما ياخد اللقاح يشجعوه فيدولوا الاعانات شو بيشجعوا للناس ان ياخدوا اللقاح ببلاش وان كمان يعني يدولوا معاونة فهنشوف ده خلال الفترة اللي جاءت شوف بقى كلام كتير عن القصة دي بس يبدو ان انجلترا وده كان من المتوقع من اول يوم بنقول ان انجلترا رقم واحد انجلترا وامريكا اول ناس في العالم اول بشر في العالم هيحصلوا على اللقاح فانجلترا اعلنت ان من الاسبوع اللي جاي هيبتدي اللقاحات تشتغل وابتدوا بقى يعملوا يعني زي خطة كده لي زي الشحنة يتوزع وان الطيران هيساهم بشكل كبير جدا في نقل الجرعات من مكان لمكان انا عارفين حضراتكم شركة فايزر بالزاد ان الجرعات تتنقل تحت يعني في درجة حرارة سبعين تحت الصفر فدي محتاجة شركات معينة ومحتاجة اجهزة معينة ومحتاجة سرعة معينة كبان تلزم على طيران في رب الخير ونبدأ بانجلترا والعالم كله بعدها بيدوك الامل ويغضوه منك يقولولك فيه لقاح ويقلقوك يعني فيه بروفيسور بريطاني قال ان فيروس كورونا ما تعشموش ان هو هينتهي ده هيعيش معكم من العمر كله ما فيش حاجة هتقضي عليه بروفيسور بريطاني طبيب يعني فيه بريطاني فيه ناس كئيبة كده زي الراحل بتاع الانصحة في امريكا سرداني وقال لك لما يبقى فيه اللقاح لازم تاخد منه جرعتين يعني تاخد جرعتين من اللقاح ده عشان يبتدي يجيب معاك نتيجة يفيه اللقاحات ماشية جرعتين جرع وجرع بعد اسبوع يعني في مصر ماشي كده انا بقولك هو بيديك الامل وياخده منك يعني خد الجرعتين دول هيتجيبوا معاك نتيجة ويتدولك حماية مش 100% يعني من الاصابة وفي نفس الوقت الفيروس ما فيش حاجة هتجيب نتيجة معاك هل تلعباً لأ